السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العكس بطلابنا الأكارم اليوم رح ان شاء الله ندخل معكم في موضوع جديد متعلق بأيضا عمليات الجرد وهي جرد النقدية في الصندوق طبعا جرد النقدية في الصندوق هي عملية بتتم كجزء من نظام الرقابة الداخلية في المشروع حتى تتم مطابقة شو يعني الجرد انه انا بدي اطابق الرصيد الفعلي الموجود عندي في الصندوق الكاشي الموجود عندي في القاصة الحديدية في الخزن الموجود عندي مع الرصيد الدفتري احنا في دفتر الاستاذ لما بنعمل دفتر الاستاذ يكون في عندي حساب صندوق وبنرصده ولا يظهر في رصيد دفتر الاستاذ ان حساب الصندوق فيه عشر تلاف دولار. طب احنا لو فتحنا الخزن فعليا وعدينا. هل بنلاقي عشر تلاف دولار? بنلاقي اكتر? بنلاقي اقل? فبنا نكون بعملية جرد فعلي فبتتشكل لجنة. اه طبعا امين الصندوق ما الو علاقة بهاي اللجنة. اه يتم وقف عمله مؤقتا حتى تتم عملية اه الجرد للصندوق وعد النقدية الفعلية بالفئات الموجودة فيها. يعني ممكن الاقي بالقاصة الحديدية بالخزن عندي ممكن الاقي دينار دولار شيكل يورو فئات العملي مختلفة ممكن الاقي شكات اه مودعة بالصندوق عندي. وبالتالي بده يعد بدنا تم عملية عدد كل هذه المبالغ الموجودة عندي بكل فئاتها. ومطابقتها مع الرصيد الدفتري الظاهر في حسابات المشروع. عند عملية المطابقة هون راح تظهر عندي الاحتمالات الثلاثة. اما ان يتطابق رصيد حساب الصندوق. مع النقدية الموجودة فعلا في الخزينة. يعني الرصيد الفعلي يساوي الرصيد الدفتري. في الدفاتر بقول في عشر تلاف دولار ولما عدينا لقينا في عشر تلاف دولار. اذا في تطابق. او والتالي هنا ما في عندي اي اجراء ولا اي تسوية. حال التاني زيادة رصيد حساب الصندوق في السجلات. يعني حسب السجلات والدفاتر بقول في عشر تلاف دولار. لكن النقدية الموجودة فعليا بتقول لا والله النقدية الموجودة هي تسعة الاف دولار. سجلات تكون في عشرة. لما عدينا لقينا تسعة. معناة انت في عندي ايش في عندي عجز في عندي خلال. عندما يقل الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري بيكون في عندي عجز. هذا ما يسمى بايش بالعجز. كمان مرة. وين تبدهن عندي عجز الصندوق? عندما يكون الرصيد الفعلي اقل من الرصيد الدفتري. يعني لما عدينا المصاري فعليا لقيناهم تسعة. لكن حسب الدفاتر والسجلات بقول لي لازم يكون في الصندوق في عشر تلاف دينار إذن فيه فرق بقيمة ألف في عجز بقيمة ألف دينار بنا نشوف كيف نعالج هذا العجز الحالة الثانية معاكسة تماما إن نلاقي زيادة في النقدية الموجودة في الخزينة بمعنى حسب السجلات والدفاتر قلنا بقول لي عشرة لما عدينا لقينا اتناش طب هذول الفين من وين أجوا خلا بنا نشوف وكيف بده يتم معالجة الزيادة في الصندوق إذن هم ثلاث حالات إما أن يتساوي الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي وفيش عندي أي تسوي أو أن يكون الرصيد الدفتري أعلى من الرصيد الفعلي وهون في عندي عجز أو أن يكون الرصيد الدفتري أقل من الرصيد الفعلي وبكون في عندي هون زيادة أو بكون في عندي فائد في رصيد النقدي ونشوف طبعا الحالة الأولى هون ما فيها أي معالجة محاسبية رح نشوف المعالج للحالة رقم اثنين بحالة وجود عجز أو بحالة وجود فائد أو زيادة بالصندوق نبدأ في الحالة الأولى المعالجة المحاسبية في حالة وجود عجز في الصندوق cash defects في عندنا cash defects معناته في عنده عجز عدينا المصاري لأنهم أقل مما يلازم أنهم يكونوا موجودين هون خليكم بس ركزوا معاي لأن المعالجة المحاسبية تختلف من حالي إلى حالي في حالة وجود عجز في الصندوق يجب تسجيله وفق الحالات أو وفق السياسات الموجودة في المشروع في عند الحالة الأولى ألف الحالي ألف بتقول لي إذا كان أمين الصندوق موظف والعجز من مسؤوليته العجز حسب سياسات الشركة بتقول أي عجز في الصندوق هو من مسؤولية أمين الصندوق في هذه الحالة يتم تحميل أمين الصندوق بقيمة العجز إذن يتم تحميل أمين الصندوق بقيمة العجز المكتشف وعند تحميل أمين الصندوق بقيمة العجز يسجل القيد التالي هذا القيد الأول في حالة اكتشاف العجز عند اكتشاف العجز بنقول من حساب أمين الصندوق صار مدين للصندوق بقيمة العجز إذن عند اكتشاف العجز في الحالة رقم واحد أو الحالة ألف إذا كان أمين الصندوق هو المسؤول عن هذا العجز وهو المسؤول عن الصندوق وعجز الصندوق يحمل العجز مباشرة لأمين الصندوق فيصبح أمين الصندوق مدينة بقيمة العجز إذن من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق طيب هيحملنا بقيمة العجز قال لا في عندي صار أمين الصندوق مدين إلنا بقيمة العجز لنفترض أنه ميت دينار أجي أمين الصندوق دفعنا إياها بقول من حساب الصندوق إلى حساب أمين الصندوق وسكرنا اللي عليه واضحة إذن هون كمان مرة من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق أثبتنا أنه في عجز وقدش قيمة العجز خلينا أمين الصندوق مدين فيها بعد يوم يومين أجي أمين الصندوق دفعها المصاري اللي عليه نقدا أو دفع قيمة العجز نقدا فيسجل القيد التالي هذا القيد هو عند استلام قيمة العجز من أمين الصندوق من حساب الصندوق راح جاب من أموال الشخصية أمين الصندوق جاب 100 دينار وحطهم في الصندوق إذن من حساب الصندوق إلى حساب أمين الصندوق بقيمة العجز هنا عند تزديد المبلغ سواء دفعوا دفع واحدة على الأقصاد من حساب الصندوق إلى حساب أمين الصندوق بما أن أمين الصندوق معالجي أخرى موظف في المشروع ممكن إحنا بدلا ما نقول له جيب ادفع بنقول له بنخصمهم من راتبك آخر الشهر بدلا ما نقول له جيبهم وادفعهم بقول له إحنا بنخصم قيمة العاجز أو جزء من قيمة العاجز حسب الاتفاق من راتبك آخر الشهر فالقيد في هاي الحالة عند خصم العجز من الراتب عند خصم العجز من راتب أمين الصندوق يسجل القيد التالي من حساب الرواتب له راتب أمين الصندوق إلى مذكورين أمين الصندوق اللي هي بقيمة العجز والصندوق بقيمة باقي الراتب يعني إذا راتبوا 300 دينار وقيمة العجز 100 بقول من حساب الرواتب 300 إلى مذكوري أمين الصندوق فعليه عجز 100 بنسجل 100 قديش بضلله 200 بنتفع له إياهم من حساب الصندوق إذا نلقيت بكون من حساب الرواتب كمصروف الرواتب إلى مذكوري حساب أمين الصندوق بقيمة العجز وحساب الصندوق بقيمة ما تبقى من الراتب بالتفاق نرات في 300 دينار خصمنا منهم 100 إذن بظل رح ندفع له نقدا فقط 200 دينار هذه الحالة ألف في حال مسؤولية أمين الصندوق عن العجز الحالة إذا كان صاحب المنشأة نفسه صاحب الشركة هو نفسه أمين الصندوق صاحب الشركة نفسه هو أمين الصندوق في هذه الحالة نعتبر أن العجز هو مسحوبات شخصية في هذه الحالة نعتبر نعتبر العجز مسحوبات شخصية إذن أنا عندي ثلاث حالات رئيسية الحالة الأولى أمين الصندوق هو المسؤول بنحمله بقيمة العجز وبعدين بنخص ممراته أو بدفع لنا نقدا الحالة الثانية إذا كان صاحب المنشأة هو نفسه أمين الصندوق نعتبر أن العجز هو عبارة عن مسحوبات شخصية ونحملها لصاحب المنشأة إذن من حساب بما أنه برح تبرع مسحوبات شخصية بأول من حساب مسحوبات شخصية إلى حسب السبب الصندوق بقيمة العجز بقيمة العجز طبعا في آخر السنة ما تنسوا إنه مدام مسحوبات شخصية بدي يكون في عندي كمان قيد إيش لأن هاي المسحوبات راح تأثر على رأس المال صح؟ قيد إقفال بدي يكون في عنا قيد إقفال ممتاز شو قد الإقفال هون في آخر السنة اللي هو عبارة من حساب رأس المال إلى حساب المسحوبات الشخصية أخذناها سابقا كيفية معالجة المسحوبات الشخصية أو قيود الإقفال من حساب رأس المال من نخفض رأس المال بقيمة المسحوبات الشخصية فبنعمل فيها قيد إقفال في آخر السنة الحالي التالتي جيم إذا كان أمين الصندوق موظف هو صح موظف وأمين صندوق ولكن لم يكن العجز من ضمن مسؤولياته العجز طبيعي ومش مني العجز طبيعي ومش منه شيء عن العجز طبيعي ممكن يكون بسبب فروقات سعر صرف عملي نقص رصيد الدفتري عن الرصيد الفعلي أنا قابض ألف دولار في واحد خمسي كان سعر الدولار أربعة شيكل اليوم سعر الدولار ثلاثة شيكل لما حولتهم على الشيكل وبالتالي هون بدي ظهر عندي في عجز بقيمة نتيجة لفروقات سعر صرف العملي فبكون هو عجز طبيعي في هذه الحالة أمين الصندوق مع العلاقة وما بدفع أي شيء وبالتالي المنشأة شو بتقول لي؟ بتقول لي هذا الفرق بتعتبره خسارة للشركة واضحة إذن أمين الصندوق هو موظف لكن العجز هذا مش من مسؤوليته مش عجز غير طبيعي هذا عجز طبيعي نتيجة للعمليات التمويلية أو العمليات المالية اللي تمت في المشروع كمثال عليه حكينا اللي هي فروقات سعر صرف العملي نزلت طلعة سعر الصرف وبالتالي ممكن نحقق زيادة ممكن نحقق خسارة ربحة أو خسارة منها في هذه الحالة أول شغلة بنعملها بنثبت قيمة العجز لما بنكتشفه في عندي عجز في الصندوق بقول من عجز الصندوق إلى حساب الصندوق بالحالة الأولى ألف لما اكتشفنا العجز حملنا لأمين قلينا نرجع سلشان نعمل مقارنة أي حملنا لأمين الصندوق لأنه كان العجز من مسؤوليته كنا من أمين الصندوق إلى حساب الصندوق في هذه الحالة هو مش من مسؤوليته كنا من حساب عجز الصندوق لأن هذه الشركة اللي بدت تتحمل العجز وبدت تعتبره خسارة من حساب عجز الصندوق إلى حساب الصندوق بقيمة العجز الموجود وفي نهاية السنة هذا العجز تفقنا خسارة فبالتالي يقفل في حساب ملخص الدخل أو في حساب الأرباح والخسائر أو بين قوسين اللي هي نفسها هي ملخص الدخل ملخص الدخل أو بنسميه حساب الأرباح والخسائر زي ما بدكم اقفل ما في أي مشكلة لكن احنا عالياً نستخدم ملخص الدخل ما بنستخدم حساب أرباح وخسائر إذن من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب عاجز الصندوق فأقفلنا العجز هذه العجز مدين العجز دائن وحملنا لحساب الأرباح والخسائر إذن إذا كان من الصندوق موظف ولكن العجز مش من مسؤوليته وهذا العجز هو عجز طبيعي نتيجة للعمليات اللي تمت في المشروع بنسجل قيدين القيد الأول بنثبت العجز بقيد من حساب عجز الصندوق إلى حساب الصندوق بقيمة الفرق أو العجز وآخر السنة بنروح بنقفل هذا العجز وين في الأرباح والخسائر وبنعتبره خسارة فبنقول من حساب ملخص الدخل أو الأرباح والخسائر إلى حساب عجز الصندوق هذه أول ثلاث حالات متعلقة بعجز الصندوق طب لنفترض أنه في عندي حالي رقم تنين نحن اتفاقنا يا إما الرصيد الفعلي مساوي للرصيد الدفتري في الشي تسوي يا إما الرصيد الدفتري أعلى من الفعلي فبكون في عندي عجز أو الرصيد الدفتري أقل من الرصيد الفعلي فبالتالي يكون عندي فائد أو زيادي في الصندوق طب هاي الزيادي كيف يتم معالجتها عالجنا العجز بثلاث حالات نشوف كيف بنا نعالج الزيادي إذا تبين من الجرد أن هناك زيادي في النقضية الموجودة في الخسينة في الرصيد عن سجلات المنشة فتعالج محاسبيين كمالي أولا إذا ما عرفنا شو سبب الزيادي دورنا من وين أجت هالزيادي ومش عارفين قابضين من حدا بالغلط ومش عارفين مين هولي قابضين منه بالغلط ففي هاي الحالي لحد ما إنه نعرف السبب ولغاية نهاية السنة بنعمل أو بنحمل قيمة الزيادي لإيش بنسميه حساب معلق شو يعني حساب معلق مش عارفين من وين أجه هذا الحساب مش عارفين هذا المبلغ من وين أجه فبنقول من حساب الصندوق إلى حساب معلق بقيمة الزيادة هذا عند اكتشاف قيمة الزيادة ودون معرفة سبب الزيادة أنا مش عارف ليش لو أنا بعرف والله خربت معسين من الناس وقابض منه زيادة بنتصل عليه تأخذ الزيادة وانتهت المشكلة واضح؟ لكن أنا مش عارف شو سبب زيادة المبلغ الموجود في الصندوق فمباشرة بثبت قيمة الزيادة من حساب الصندوق بنجعل مدين لأنه زاد بهذا المبلغ من حساب الصندوق إلى حساب المعلق بقيمة الزيادة في الصندوق قديش زادة هلأ في الحالبة هاي حالة أولى في الحالبة بقول لي نعتبر أن الزيادة إيرادة للمشروع حالة أولى مش عارفين شو سبب عمناه إيش حساب معلق الحالة الثانية بتقول لي لا الشركة أي زيادة في النقدية في الصندوق عن الرصيد الدفتري هذه بتعتبرها إيرادة إلي لاحظوا لما علجنا العجز قبل شوي أحد الحالات حملناها حساب الأرباح والخسائر خفضنا أرباحنا بقيمة العجز وبالتالي هون بقول لي لا زب لي أرباحي بقيمة هذا الإيرادة واضحة القيد بيكون هون عندي قيدين أول ما بنكتشف الزيادة بنسجل من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة حالي بقى مش على حساب معلق بقول لي الزيادة مباشرة أنا بتعتبرها إيرادة الزيادة رح نعتبرها شو؟ إيرادة فبنثبت قيمة الزيادة بقيد هنا أثبتنا قيمة الزيادة من حساب الصندوق إلى حساب معلق هون من حساب الصندوق إلى حساب الزيادة في الصندوق وبقيمة الفرق أو بقيمة الزيادة الوالدة في الصندوق آخر السنة تقفل هذه الزيادة وين؟ في حساب الأرباح والخسائر أو ما يسمى بملخص الدخل فبكون من حساب الزيادة في الصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر بنعتبرها إيراد وتقفل في حساب الأرباح والخسائر إذن من حساب الزيادة في الصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر أو ملخص الدخل بقيمة الزياد حتى تتضح الأمور بشكل أفضل رقميا في عنا مثال 47 المثال يحكي 31122007 أظهر الدفاتر منشأة الخلود رصيدا لحساب الصندوق الدفاتر لاحظ دفاتر منشأة الخلود حسب الرصيد الدفتري بقول لي لازم يكون في الصندوق في 1500 دينار رحنا عملنا جرد فوجدنا أن الرصيد الفعلي وليس الدفتري 1470 دينار عدينا المصاري فعليا بالصندوق لكن 1470 طب يا جماعة لازم يكون في 1500 إذن أنا في عندي عجز هون الفرق ما بينهم هو عبارة عن عجز ليش؟ لأن الفعلي أقل من الدفتري أو الدفتري أعلى من الفعلي كامل عجز؟ الفرق ما بينهم قيمة العجز بساوي 30 دينار في عندي عجز بالصندوق بقيمة 30 دينار هذا عجز لاحظه عجز مش فاهد لأنه كمان مرة ليش عجز؟ لأن الرصيد الدفتري أكبر من الفعلي الرصيد الدفتري أكبر من الفعلي لو انعكست بكون عندي فائل إذن أنا في عندي 30 دينار قيمة عجز قال لي المطلوب تسجيل قيود التسويات الجردية وإقفالها في الحالات التالية معطيني الحالي الأولى تلت افتراضات كل معالجة مختلفة عن الأخرى الافتراض الأول بقول لي أن العجز من مسؤولية أمين الصندوق سالم مع العلم أن راتب الشهري يبلغ 200 دينار ويدفع في نهاية كل شهر إذن العجز من مسؤولية أمين الصندوق إذن مباشرة أول قيد يسجل نحمل قيمة العجز إلى أمين الصندوق نحمل قيمة العجز لأمين الصندوق وآخر الشهر بنخصم قيمة هذا العجز من راتب أمين الصندوق بتخصمه من إيش راتبه 200 دينار في عنده عجز بـ 30 قديش بضلله عليه بضلله عليه 170 دينار فبدفعنا من الصندوق بس 100 و70 دينار والـ 30 هي عبارة عن تغطية قيمة العجز خليني أعطيكم الكيود مباشرة لهم بعدين نرجع لحالة رقم 2 بدن نحل الأولى أن العجز من مسؤولية أمين الصندوق وراتبه كم؟ 200 دينار الحل بدي يكون كالتال أولا زي ما حكيت لكم نثبت العجز بالصندوق بنحمله لأمين؟ لسالم من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق بقيمة 30 دينار اللي هي قيمة العجز صار سالم مدين للصندوق بـ 30 دينار وكأنه ما يخذهم بين قوسين وكأنه ما يخذهم إذن هو مدين للصندوق بقيمة 30 دينار هلأ لما بني جنس المراسم وتخصم قيمة العجز من وين؟ من راتب أمين الصندوق فباجي بثبت قيد الرواتب الرواتب هي مصروف وبالتالي هي مدين بدأ يكون من حساب الرواتب له راتب سالم كم؟ 200 دينار إلى مذكورين أمين الصندوق هايو في القيد السابق قديش بدنا منه؟ 30 دينار هلأ مدينة بـ 30 دائنة بـ 30 عشان خلاص خصمناهم الراتب وما بدناش منه إشي إذن من حساب الراتب إلى مذكورين حساب أمين الصندوق سالم 30 دينار وحساب الصندوق 170 من وين أجل 170 دينار؟ إلو 200 دينار راتب خصمنا منهم 30 دينار مقابل العجز الضل عنده 170 دينار دفعنا له إياهم من الصندوق كاش إذن الحال الأولى إثبات قيمة العجز وتحميله لأمين الصندوق مدام بدن نحمل أمين الصندوق مباشرة عند اكتشاف العجز يزعى الأمين الصندوق مدين مدام هو بتحمل المسؤولية إذن هو مدين لحساب الصندوق الحالي القيد الثاني آخر شهر بنخصمه من الراتب ومن الراتب إلى حساب أمين الصندوق وحساب الصندوق ثانيا إثبات تسوية العجز باعتباره مسحوبات شخصية ليش باعتباره مسحوبات شخصية الحال الثاني؟ لو رجعته للحالي بقول لي معناته أمين الصندوق أي صاحب الشرك هو نفسه أمين الصندوق ثانيا أن العجز من مسؤولية أمين الصندوق بين خوسين صاحب الشرك مدام صاحب الشركة هو نفسه أمين الصندوق نعتبر العجز ماله مسحوبات شخصية نعتبر العجز مسحوبات شخصية إذن من حساب المسحوبات الشخصية لحساب الصندوق من حساب المسحوبات الشخصية لحساب الصندوق بقيمة العجز وبنعمل قيد إقفال بالمسحوبات الشخصية آخر السنة أو آخر الفترة بنخفض هذه المسحوبات من رأس المال من حساب رأس المال للمسحوبات الشخصية بقيمة 30 إذن في عندي قيد بنحملها على المسحوبات الشخصية بنعتبرها مسحوبات شخصية وقيد تاني هو قيد إقفال لهاي المسحوبات في رأس المال في آخر السنة هاي الحالة رقم تنين طب الحالة رقم تلات إثبات قيمة العجز في الصندوق بدهم يعتبروه بين قوسين إيراد للشركة الشركة بتقولك أي عجز سوري خسارة للشركة أسف أي عجز في الصندوق مش من مسؤولية أمين الصندوق هذا هو عبارة عن عجز طبيعي وبالتالي ستتحمل الشركة ونعتبر خسارة على الشركة في هاي الحال إذا كانت سياسة الشركة تقطع ذلك بنسجل قيد إثبات العجز في البداية لما اكتشفنا في 30 دينار ناقصين بنقول من حساب عجز الصندوق إلى حساب الصندوق بال30 دينار لما كانت يتحملهم أمين الصندوق كنا من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق بنتحملهم للشركة نفسها فبكون من حساب عجز الصندوق إلى حساب الصندوق بالتلاتين دينار طب هذول التلاتين دينار العجز هم خسارة وين بروحوا؟ بقول في آخر السنة بحملهم على حساب الأرباح والخسائر في قيد من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب عجز الصندوق بقيمة تلاتين دينار حساب الأرباح والخسائر لأنه عندي هاي خسارة تعتبر إلى حساب عجز الصندوق بقيمة تلاتين دينار لو زيادة طبعا بدي يكون من حساب الزيادة بالصندوق إلى حساب الأرباح والخسائر هذا هو السؤال الأول المتعلق بمعالجة ثلاث حالات للعجز السؤال الثاني في 31-12-2007 أظهرت مؤسسة خداشة التجارية رصيد حساب الصندوق بقيمة رصيد الدفتري الدفتري ألف دينار عند الجرتب أن الرصيد الفعلي كم ألف وخمسين حسب الدفتر لازم يكون في الصندوق ألف عدينا هالمصريات لقينا في الصندوق في ألف وخمسين يعني في زيادي بقيمة خمسين هذه الزيادي هي الفرق ما بينهم عبارة عن خمسين دينار الفرق ما بين هؤلاء الرقم كيف ننثبت هذه الزيادي تسجيل قيود تسوية والإقفال اللازمة لإثبات الزيادي الزيادي تفقناها تعتبر إيراد مباشرة للشركة فبعمل قيد إثبات الزيادي وبعمل قيد إقفال الزيادي في ملخص وين الدخل قيد الإثبات هاي من حساب الصندوق عكس قيد العجز هناك من حساب عجز الصندوق إلى حساب الصندوق لما بثبت العجز واضح؟ هون من حساب الصندوق إلى حساب الزيادي لأن هذه إيراد تعتبر الإيراد هو دائم من حساب الصندوق إلى حساب الزيادي في الصندوق بقيمة خمسين دينار وآخر السنة تقفل الزيادة من حساب الزيادة إلى حساب ملخص الدخل بقيمة 50 دينار إذن بنثبت الزيادة من الصندوق للزيادة في الصندوق ب50 وآخر الفترة نقفل هذه الزيادة على اعتبار أنها إيراد في ملخص الدخل فبقول من حساب الزيادة بالصندوق إلى حساب ملخص الدخل بقيمة 50 دينار إذن هيك عالجنا عجز الصندوق وعالجنا الزيادة في الصندوق الحالة الأخيرة فيه إشي بنسميه التأمين ضد خيانة الأماني بعض الشركات اللي بتكون في عندها خاصة بتتعامل بسيولة عالية وكاش عالية بالخزنة عندها في الشركة بتروح بتعمل تأمين اسمه تأمين ضد خيانة الأماني عساس أنه أمين هالصندوق ما تراودوا نفسه يسرق وما يكون فيه عندي عاجز فبنقول أي عاجز في الصندوق بأننا نروح نعمل زي ما بعمل تأمين للسيارة بيضروا على شركة التأمين أقول لهم أنا عندي كاش في الصندوق بهذا المبلغ نعطوني بوليس التأمين على صندوق على الأموال السائلة الموجودة عندي فبقول لي من حساب تأمين ضد خيانة الأماني بمعنى أنه إفرضوا أن هالصندوق روادته نفسه وسرق منه أمين هالصندوق بشكل أو بآخر وبالتالي هو خانة الأماني فشركة التأمين في هاي الحالي يجب أن تكون بتعويض مين؟ بتعويض الشركة عن المبلغ اللي بتم اختلاصه إذا تم اختلاص أي مبلغ هون القيود نبدأ فيهم أولا الحالة الأولى ألف في حال وجود تأمين ضد خيانة الأماني لما بروح بعمل بوليس التأمين بدفع لشركة التأمين قيمة البوليسة أنا بأمن سيارتك تأمين سيارتك أربع تلاف شكل صح؟ بنحمل هالأربع تلاف شكل وبنعطيهم لمين؟ لا شركة التأمين مش بوض صار في عندي مصروف تأمين مصروف تأمين المصروف دائما مدين فبتدثبت قيمة المصروف أو المبلغ اللي دفعناه ثمن البوليسة لشركة التأمين هذه أول قيد من حساب مصاريف التأمين ضد خيانة الأماني إلى حساب الصندوق دفعنا لشركة التأمين الألف ألفين تلات تلاف عشر تلاف بغض النظر قديش إذن من حساب مصاريف التأمين ضد خيانة الأماني إلى حساب الصندوق عند دفع قيمة بوليسة التأمين لشركة التأمين لسه ما صار عجز ولا صار في عندي فائط هلأ لو صار في عندي عجز غيحالي بال إثبات العجز في الصندوق فيما لو كان أمين الصندوق مسؤول عنه أمين الصندوق هون هو مسؤول عن العجز يعني العجز مش طبيعي في اختلاص لنفترض في اختلاص فأول ما نكتشف العجز زي القيد السابق عند اكتشاف العجز تحميله لأمين الصندوق من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق بقيمة العجز اللي تم اكتشاف هذا وينتا؟ أول ما اكتشفنا العجز بعدها رحنا مننا إجراءاتنا وبلغنا شركة التأمين وتعالي شركة التأمين وحققت شركة التأمين وقالت آه شركة التأمين يا والله أنا بتحمل العجز واضح؟ احنا الكاد الأول حملنا لأمين الصندوق بعد ما شركة التأمين اعترفت وصارت الإجراءات القانونية مع شركة التأمين وتواصلنا معاهم قالت شركة التأمين أنا بتحمل العجز فبروح بعمل قيد بحمل شركة التأمين بقيمة العجز وبطلع منه مين أمين الصندوق هون أمين الصندوق مدين فبقول من حساب شركة التأمين إلى حساب أمين الصندوق لاحظ أمين الصندوق مدين بمبلغ دائما مبلغ صار رصيد وبلغ صفر كنا محملينه بقيمة العجز نقلنا تحميل هذا العجز لأمين صار من مسؤولية شركة التأمين فبصير عند القيد في هاي الحال إذا اعترفت شركة التأمين بالعجز وبطقطية العجز بقول آه من حساب شركة التأمين إلى حساب أمين الصندوق طلعنا من الصندوق من العملية برا صارت العملية متعلقة في مين متعلقة بشركة التأمين بعد شهر شهرين أسبوع أسبوعين أخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشركة التأمين وقالت أن تفضل وهي قيمة العجز فبروح إثبات استلام قيمة العجز أبدأش في عندكم عجز عجز بخمسين ألف شكل فبقول لي من حساب تفضلوا هاي خمسين ألف شكل إذن لما بنقبضهم بيكون من حساب الصندوق إلى حساب شركة التأمين بقيمة العجز اللي دفعته شركة التأمين إذن إذا كان في عندي تأمين ضد خيانة الأماني المعالجة بيكون كالتالي أولا نثبت قيمة بوليست التأمين كمصروف فبنكون من حساب مصروف تأمين ضد خيانة الأماني نرجع لهم مصروف تأمين ضد خيانة الأماني إلى حساب الصندوق أو البنك لما بنكتشف العجز حتى لو في عندي تأمين ضد خيانة الأماني أول ما نكتشف العجز بنحمله لأمين الصندوق لأنه في إجراءات تبليغ شركة التأمين وإجراءات التحقيق هواء الآخري من حساب أمين الصندوق إلى حساب الصندوق حملناها بقيمة العجز عند اكتشاف واضح هون لما بتعترف جيم لما بتعترف شركة التأمين بهذا العجز بتقولك آه أنا بتحمله فمنقول من حساب شركة التأمين بنخليها مدينة إلى حساب أمين الصندوق هيا أمين الصندوق مدين أمين الصندوق دائن وطلع من العملية كلياتها حملنا شركة التأمين كان بتحملها أمين الصندوق صار بتحملها أو بتتحمل قيمة العجز شركة التأمين لما بتدفع شركة التأمين بنقول من حساب الصندوق إلى حساب شركة التأمين بقيمة المبلغ اللي تم دفعه هلأ في عندنا القيد الأخير قيد الإكفال شو قيد الإكفال؟ أول قيد عملنا كان هو حساب المصروف صحيح مصروف تأمين ضد خيانة الأمان إلى حساب الصندوق أي مصروف يجب أن يقفل وين؟ بنزل من أرباحي آخر السنة فيجب أن يقفل في حساب الأرباح والخسائر فوقل من ملخص الدخل إلى حساب مصروف تأمين ضد خيانة الأمان بقيمة البوليصة قداش احنا بنأمن كل سنة على الصندوق مثال عملي في 1-1-2008 دفعت منشأة الإسراء التجارية لشركة الكدس للتأمين مبلغ 100 دينار نقدا دفعت 100 دينار لشركة الكدس للتأمين نقدا مقابل تأمين سنة وضد خيانة الأمان فلسطوب هون رحنا عملنا تأمين عند شركة الكدس كنا نقدا متفضل 100 دينار ثمن البوليصة وبدأت أمنوني على الصندوق أو على أي عجز أو خيانة الأمانة بتصير عندي في الصندوق الموجود مباشرة هون بثبت قيمة بوليصة التأمين دفعنا من الصندوق إذن الصندوق دائن من حساب مصاريف تأمين ضد خيانة الأمانة هاي القيد هون دفعنا مصروف تأمين هايو لعند الفاصلة هون بدنا نتوقف دفعت منشأة الإسراء التجارية لشركة الكدس للتأمين مبلغ 100 دينار نقدا قصد تأمين ضد خيانة الأمانة هذا مصروف إذن من حساب مصروف تأمين ضد خيانة الأمانة إلى حساب الصندوق قدش دفعنا منه 100 هلا هذا قبل ما يصير عجز قبل ما نكتشف عجز ما لناش علاقة في الموضوع هذا الحكي كان في واحد واحد أول آلفان وثمانية في واحد واحد آلفان وثمانية يوم واحد وثلاثين خمسة آلفان وثمانية بآخر شهر خمسة بلغا راحوا عملوا جرد واكتشفوا انه في عجز في الصندوق قيمته 55 دينار خمسة اكتشفوا انه في عجز في الصندوق لهون وقف لانش نكمل لهون قامت بدفعي شركة التأمين لانه في عندك قيدين بمجرد اكتشاف العجل يحمل لأمين الصندوق قبل ما احكي مع شركة التأمين اكتشفنا في 31 خمسة اكتشفنا انه في عندنا 55 دينار عجز القيد بيكون مباشرة من حساب امين الصندوق لحساب الصندوق اثبتنا العجز من حساب امين الصندوق الى حساب الصندوق بال55 دينار بعدها بقول لي قامت بدفعه شركة التأمين اجت شركة التأمين قالت انا بتحمل ال55 دينار اذا بنا نطلع امين الصندوق من العملية كان مدين بجعله ايش دائن فبصير عندي مدامع طرفت شركة التأمين وقالت انا بتحمل العجز قبل الدفع قبل قيد الدفع هذا الحكي من حساب شركة التأمين إلى حساب أمين الصندوق بال55 دينار هاي طلعنا أمين الصندوق من العملية هذا يوم 31 خمسة ويوم 31 خمسة قالت أننا تفضلوا شركة التأمين هاي 55 دينار دفعتنا إياهم فبعمل قيد قبض المبلغ أو استلام القيمي اللي هي من حساب الصندوق قبضنا 55 دينار من وين إلى حساب شركة التأمين وسكرنا العملية كل ياتها إذن هذا الحكي اللي عند 31 خمسة طب آخر السنة آخر السنة بقول لي في عنا إحنا في 1.1.2008 دفعنا مصروف تأمين ضد خيانة الأماني هذا أي مصروف إحنا بندفعه بخفض من أرباحنا فروح إقف لوين في ملخص الدخل فبعمل قيد إقفال يوم 31.12 آخر السنة من حساب ملخص الدخل إلى حساب مصروف تأمين ضد خيانة الأماني المصروف لما استجلناه بالأول كان من حساب مصروف التأمين إلى حساب الصندوق كان مدين في الإقفال بجداء المصروف طبيعته مدين عند الإقفال بيجي في الطرف الدين إذا من حساب ملخص الدخل إلى حساب مصاريف التأمين ضد خيانة الأماني بقيمة 100 دينار وبهيك نكون انتهينا من جرد النقدية في الصندوق بأمثلة عملية وبحالات سواء كان في عندي عجز وحالات تغطية العجز اللي بتحملها أمين الصندوق أو إذا بتتحملها كان أمين الصندوق هو نفسه صاحب الشركة وبتالي تعتبر حساب مسحوبات شخصية أو ممكن نحملها على حساب الأرباح والخسائر مباشرة تعتبر عجز طبيعي وبتالي لا يتحملها أمين الصندوق بنعتبرها خسارة وفي حالة الزيادة بنحملها على حساب معلق إذا معرفنا شو السبب أو بنعتبرها إيراد للمشروع وتقفل أيضا في حساب الأرباح والخسائر والحالي الأخيرة حكينا عليك إذا كان في عنا تأمين ضد خيانة الأماني اتفقنا بنثبت قيمة بوليسة التأمين في البداية بعدين لما بنكتشف العجز بنحمل العجز أو مبدئيا لأمين الصندوق لما بتعترف شركة التأمين بقيمة العجز فبنقول من حساب شركة التأمين لحساب أمين الصندوق فبنحملها بقيمة العجز ولما بتدفع لنا شركة التأمين قيمة هذا العجز بقول من حساب الصندوق أو البنك إلى حساب شركة التأمين وفي آخر السنة بنقفل مصروف تأمين ضد خيانة الأماني ليس العجز المصروف اللي دفعناه بأول السنة يقفل في حساب الأرباح والخسائر فبقول من حساب ملخص الدخل إلى حساب مصاريف تأمين أو مصروف تأمين ضد خيانة الأماني هذا ملخص لجرد النقدية في المخزون وبهيك نكون إحنا انتهينا من جرد النقدية بتمنى أنه الأمور تكون مبسطة أنكم تراجع المادي بشكل جيد رح أعطيكم أمثلة أخرى على جرد النقدية سواء بحالاته العجز أو الفائد أو حتى تأمين ضد خيانة الأماني ويعطيكم ألف عافية وأتمنى أني أشوفكم على خير في القريب العاجل إن شاء الله السلام عليكم